في السودان خرج مئات المتظاهرين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة استجابة لدعوات تنسقيات لجان المقاومة وطلب المتظاهرون بالاقتصاص من قتلة المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لم يفرج عنهم حتى بعد قرار رفع حالة الطوارئ تنضم إلينا مراسلتنا دورا جامبو من الخرطوم لتطلعنا على ما جرى اليوم في الميدان دورا بعد قرار مجلس السيادة السوداني رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين نعم ريما يواصل الشارع السوداني الضغط للإفراج عن المعتقلين هناك اليوم حديث عن معتقلين قصر حتى في سجن بورسودان لا يستطيع أهلهم الوصول إليهم علموا باعتقالهم وترحيلهم منذ شهور لكنهم لا يستطيعون الوصول إليهم كذلك هذا الصباح أطلق سراح ستا وثلاثين معتقلا من سجن الحوطية في منطقة النيل الأزرق ولاية النيل الأبيض عفوا في جنوب السودان أو الجزء الجنوبي من السودان الحديث هؤلاء المعتقلين تم الإفراج عنهم هذا الصباح وتسليم أقراضهم بعد اتهامات من مجموعة محام الطوارئ الطوعية بالمماطلة من السلطات التي قالت حسب محام الطوارئ إنهم لم يتلقوا ما يفيد بضرورة الإفراج عنهم بموجب رفع الطوارئ في الخرطوم أيضا تواصلت المظاهرات اليوم أيضا في مدينتي الكلاكلة وبوري حتى الآن المظاهرات ما تزال مستمرة في هاتين المنطقتين والاعتداء عليها كما يقول المتظاهرون الكثيف والعنيف بالغاز المسل الدموع لدرجة أن المناشدات بدأت تطلق على وسائل التواصل الاتباعي للكف عن إلقاء القنابل داخل المنازل في منطقة الكلاكلة وأيضا في مدينة بوري يتم الحديث الآن عن اعتداء بقوات كبيرة جدا على المتظاهرين وإطلاق كميات مهولة من الغاز المسل الدموع وحصار المنطقة بسيارات كثيرة ووعدات كبيرة من الجنود في هذه المنطقة كل هذه الفعاليات يبدو أنها فعلا اختبار عملي من الشارع لقرار رفع الطوارئ وانتظار لما سينتج عنها هل سيتم القد على المتظاهرين هل سيحالون للسجون والحراسات كما يحدث في كل مرة أم سيتم التظاهر بشكل حر كما دعت له الأمم المتحدة وبعثت الألية الثلاثية في ترحيبها أمس بهذا القرار أيضا هناك على صعيد آخر سيصل الخبير المستقل لحالة حق الإنسان في السودان أداما دينك سيصل غدا إلى الخرطوم كل هذه المشاهد ستكون في انتظاره خصوصا مع اقتراب ذكرى مجزرة فضل اعتصام القيادة التي تصادف الثالث من يونيو هذا الشهر شكرا درها درها قنبو من الخرطوم